الكل هيتكلم على نتائج الانتخابات النتائج بس بس من غير ايه ما يحلل من غير ما يحلل النتائج دي لان خلي بالك الموضوع ما مش علاقة بس بان فلان جاب كذا صدفة نجح فلان جاب كذا صدفة بقى موجود في مجلس الدولي لا الموضوع مش كده الموضوع ليه علاقة ب ان خلاص اعضاء الجامعية العمومية في نادي الزمالك بصموا بالعشر قالك الناس بتوع المجلس اللي فات ده بأي حد محسوب عليهم احنا مش عايزينه احنا مش عايزينه لان لما تيجي تشوف وتسمع الهتافات امبرح بعد فوز قائمة الكابتن حسين لبيب الناس كلها بتتكلموا بتقول الهتاف واحد الناس اللي تبعت يعني هتشوفوا اعضاء الجامعية العمومية في نادي الزمالك الفرحانين بفوز قائمة الكابتن حسين لبيب قالك ايه هتاف واضح جدا العزبة راحت طب هالأعضاء الجامعية العمومية بس اللي بيقولوا كده انبارح لا النهاردة كمان جمهور نادي الزمالك مع نهاية المجرى قالك هتاف مهم جدا كلنا اسمعناه قالك العزبة راحت ده في اشارة لايه في اشارة لسياسة مرتضى منصور في المجلس الماضي احنا النهاردة بنقفل صفحة مرتضى منصور جمهور نادي الزمالك واعضاء الجامعية العمومية بيقفلوا صفحة مرتضى منصور وهم سعداء بانهم طوه هذه الصفحة سعداء جدا وضوه واضح في هتافاته طب سيبك من الهتافات تعال شوف الارقام وانت هتقول لي هو مرتضى منصور كان في الانتخابات هقولك لا اتباعه كان في الانتخابات شئت ام ابيت هم اتباعه في البعض من اتباع مرتضى منصور كان في الانتخابات او من من هم محسبون على مرتضى منصور كان في الانتخابات لكن فشلوا مع كامل احترامي للناس دي اللي كانوا في الانتخابات دي تمام فشلوا فشل كبير قوي وارسالة الجامعية العمومية في نادي الزمالك كانت واضحة الناس قالت لك لا احنا زهقنا بقى ده انتو طلعتوا عينينا ده انتو بواستوا النادي لا شكرا شكرا لما حضراتك تيجي تتكلم على بالتحديد بالتحديد الكابتن خالد لطيف لكل الاحترام هو زميل اعلامي لكن لما تلاقي الكابتن خالد لطيف بغض النظر عن موضوع انسحابه انسحابه ده اكرار منه بانه هو مش هينجح في الانتخابات لان فيش حد ينسحب قبل الانتخابات بكم ساعة وفي نفس الوقت هو كده كده موجود اصلا في اوراق التصويت يعني في الاستمرارات ما خد بالك فكابتن خالد لطيف جاب كام 2021 صوت كان مرشح على منصب امين السندوق 2021 صوت انت متخيل الرقم متخيل الرقم هتقول لي عم تب ما هو ممكن يكون رقم كويس لا هقولك تعالى بص الدكتور حسام او الكابتن حسام او الاستاذ حسام مندوه جايب كم صوت جايب 12431 صوت يعني فرق 10 تلاف وشوية فرق 10 تلاف وشوية ده معنى ايه ده معنى ايه معنى ان خلاص اعضاء الجمالة العمومية ايقانوا تمام التايقن ان احنا شعيزين نرجع لقبل كده حتى لو من خلال واحد او اتنين طب تعالى خش على اللي هو اقلق مقلد له مني كل التقدير والاحترام لكن هو محسوب بالفعل على مرتضى منصور لانه كان موجود معافة اكتر من مجلس على معتقد اخير من المجلس الماضي او صابق يعني اللي هو اقلق مقلد جاب كم صوت جايب 2663 صوت انت متخيل عزيزي المشاهد انا بركز على اسمين دول بالتحديد ليه لانهما محسوبين على المجلس اللي فات فهم كده اعتقد انهما وصلوهم يقين ان خلاص سيباك من جمهور نادي الزمالك بقى رقم ان هو طبعا اهم ما في المنظومة لكن اعضاء الجماعية العمومية في نادي الزمالك ايقنوا ان لأ الناس دي فشلت الناس دي ما كانش ليها اي دور مؤثر مع المجلس السابق فاكيد مش هيكون ليها دور مؤثر دلوقتي فبالتالي الناتج حنفضل في المشاكل وحنفضل فبالتالي من هنا جيه قرار اعضاء الجماعية العمومية ان هما ينتخبوا وجوه جديدة حتى لو ليهم تجارب بس تجارب محدودة خلال الفترة الماضية داخل النادي الزمالك فحتيجي تقولي طب ما هو برضو 2663 على اقمقلد او اللي هو على اقمقلد مش 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 قليل لا قليل طبعا لما تيجي تشوف باقية الناس جايبة كام يعني تعالي مثلا نتكلم ايه على الاستاذة مروى امير الرفاعي جايب اكتر من الوقت على امير 2000 صوت تقريبا 400017 الاستاذ مصطفى عبدالخالق جايب كام 3358 صوت فده ان ده اللي يدل على ايه يا جماعة يدل على ان عضاء الجماعة موما يزهقوا وقرروا يغيروا قرروا يغيروا فالعزبة راحت طبعا العزبة راحت طبعا العزبة راحت بالشكل ده وبالمنظر اللي احنا شفناه انا اول مرة اشوف في حياتي امبارع في انتخبات نادي الزمالك هذا التكاتف حتى لو في بعض المنامشات البسيطة اللي بتحصل لكن هذه الروح وهذا التكاتف من اعضاء الجماعة موماية في نادي الزمالك ده ناتج عن الوضع المزري اللي وصل له النادي فقال لك لا خلاص بقى كفاية لحد هنا وكفاية حتى لو واحد بس كان مع المجلس الصابق احنا مش عايزينه احنا مش عايزينه احنا عايزين تجارب جديدة عايزين ناس عندها برنامج تنجحنا تنجح النادي تفوق تنتاشي هذه القلعة العريقة فده تحليل للتصويت او لاصوات اعضاء الجماعة موماية برح بخصوص الانتخابات يعني الارقام دي ماينفعش تتعدى كده يا جماعة ماينفعش واخبالك ادي جزء الجزء التاني اللي عايز اتكلم عنه هو الكابتن الكبير فاروق جعفر كابتن الكبير فاروق جعفر طبعا واحد من نجوم نادي الزمالك لكن اعتقد لا مش اعتقد اه متأكد ان الكابتن فاروق جعفر نادمان اشد الندم على خوده هذه الانتخابات ليه لان عيب قوي عيب قوي كابتن فاروق جعفر ملك النص وانا بحبه على فكرة عن النص او الشخصي رجل محترم و جميل جدا لكن مالك النص واحد من اساطير نادي الزمالك حضرتك لك ان تتخيل جايب 2024 صوت وهو مرشح على منصب الرئيس اكيد الكابتن فاروق جعفر محسبهاش صح وانا باعتبرها سقطة للكابتن فاروق جعفر ان هو يخد الانتخابات لان الموضوعه ملويش علاقة الاسمي وتاريخي الناس بقيت واعي اعضاء الجامعة مع ميها بقيت واعي خلي بالك لو كان ناجئا هناك الكابتن فاروق جعفر كان ممكن يعمل نجحات لن Aggäre زمان كان ممكن لكن الناس برضو بتحسبها هايقوللك ايه هايقولك هو هل الكابتن فاروق جعفر ناس الانتخابات على الصعيد الايداري في أي منصب من منصب على مدار تاريخه الفترة اللي فاتت دي كلها من ساعة مبضى القرى الإجابة لا بالتحديد حنتكلم عن مجلس إدارة نادي الزمالك هتيجي تضرب مثل هقول لك أصل كابتن فرجع الله طبق كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لا حبيبي تعال اتكلم عن كابتن محمود الخطيب هتلاقي كابتن محمود الخطيب الأول كان إيه كان عضل مجلس إدارة في النادي الأهلي كان بعد كده إيه نائب رئيس مجلس الإدارة بعد كده ايه بعدها فترة بقى ايه رئيس مجلس إدارة النادي الأهل فيه تجهيز حصل للكابتن محمود الخطيب عشان كده تلاقي الكابتن محمود الخطيب ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا مع النادي الأهل لكن كابتن فاروق جعفر خدها بالاسم أنا يا فاروق جعفر واش معنى الخطيب ينجح أنا ما ننجحش لي لا فيه فرق فيه فرق ما كانش واخد باله منه كابتن فاروق جعفر كان الناتج ايه ان احنا نشوف 2024 صوت بس للكابتن فاروق جعفر وده رقم ضعيف وانا بشوف انه هو ارتكب جريمة في حق نفسه كابتن فاروق جعفر بخده هذه الانتخابات في رأيي الشديد مع كامل احترامي وتقديري وحبي للكابتن فاروق جعفر يا جماعة أنا بتكلم كايه كتحليل للأصوات الانتخابية ما تيجي تلاقي كابتن حسين لبيه وقت 1529 صوت والكابتن فاروق جعفر في المركز التاني 2024 لا ده جاب كبير قوي قوي فده برضو من ضمن الحاجات اللي حبيت ان انا اتكلم عليها لكن لما هنيجي نتكلم على مجلس إدارة نادي الزمالك اللي فاز في الانتخابات فانا بتحديد هتكلم عن كابتن حسين لبيه بنفسه كابتن حسين لبيه بواحد من نجوم كرة اليد داخل نادي الزمالك ومنتخابنا الوطني وكل شيء لكن لازم يبقى عارف ان نادي الزمالك نادي كرة نادي كرة قدم في الأول وفي الآخر ان الجمهور نادي الزمالك اه حيفرح بالألعاب التانية حيفرح بكرة اليد يتسلى الطائرة كلام ما انا فيش مشكلة لكن الوجهة بتاعت الاندية كبيرة الاهل وزمالك هي كرة القدم فلازم الكابتن حسين لبيه يكون مركز كل التركيز او مدي جزء كبير او من تركيزه لملف الكورة ده اللي حينجحه ده اللي حيخلي الناس ما تاخدش بالها من اي حاجة تانية لو لم يوفق فيها المجلس لان نخلي بقى المجلس مش هيوفق في كل حاجة ومش هينجح في كل حاجة اكيد ممكن في حاجات توقع حاجات ينجح فيها حاجات مش عارفية كلام من ده لكن لازم يكون فيه تركيز على الكورة بالنسبة للمجلس الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب لان الناس دايما كان بتتكلم ان نادي الزمالك فيش رئيس بيجيلوا لعب كورة وهي مش شرط يا جماعة النجاح يكون من خلال واحد لعب كورة او مارس الكورة مش شرط خالص يعني لكن الاهم ان يكون التركيز على الجزئة دي